أبو سابر اليوم بتحدثوا بطول استعدادة يوم بتحدثوا بدنا نجرب ملاعبين بدنا نجرب الشباب لما يبدأ المدرب بهذا العمل بسير الجمهور بده إيش؟ نتائج نتائج الإدارة تحت ضغط الجمهور على طول ما بكمل أول ثلاث مباريات صحيح يعني نحن بالأسف شديد ما زلنا يعني منغصات الكرة الأرضية ما زالت تستمر يعني عم نشوف نحن فترة توقف طويلة وهذه غير مجدية بالنسبة للكرة الأردنية وبنسبة اللاعبين الأردني بعد التوقف أطلقنا بطولة الدرع لا شك هي يعني كمسمة بطولة الدورة من مرحلة واحدة أو مجزأة هي شغلة جيدة جدا ولكن نحن يجب أنه راعي أمر مهم فترة الإعداد بنسبة لللاعبين أنه هذه البطولة تحقق الأهداف المطلوبة سواء الفنية أو الإدارية أو المتعة بالنسبة للجماهية أو المالية يعني أيضا اليوم الأندية اليوم تعاني ما تعانيه من دائقة مالية ومعظمة الأندية تقع تحت خط الفقر مثل ما بقوله صحيح؟ فبالتالي أنا كان برأيي يعني أنه إقامة البطولة كانت هي فرصة جيدة عبقت خزينة بعض الفرق التي تعاني من أما إقامتها على ملعب تارتان وبمدينة الزرقاء إذا بتحكي تارتان قدام الاتحاد بقولك لا وقف هو عشب الصناعي العشب الصناعي نقول عشب الصناعي ولكن اليوم أنت متطلبات العشب الصناعي الحديثي تختلف عن متطلبات العشب الصناعي المتواجد الآن في ملعب مدينة الزرقاء فبالتالي كان مفروض لكون البطولة إلها تنظيم أفضل منهيك تقام على ملعب معشبي يعني أنا أستغرب أنه ملعب مرتاحة صلها فترة جيدة جداً آخر مبارنك أستاذ عمان بدنا نحكي في محورنا عن الملعب بس أنا أريد أحكي كانطلاق اليوم أنت كمدرب وشاركتي اليوم كانوا الإدارة تقول لك يلا جرب خذ راحتك اعمل لكن بعد أول ثلاثة أربع أسابيع بصير الضغط هل ستعود الكرة؟ طبعاً راح تعود راح تعود يعني المقصد أنه أنا هدفي أنه أنشئ وأشوف المدرب وأجرب اللاعبين اليوم المدربة هو؟ أنا أقول ألعي المدربين يعني هما عم يقعوا تحت وطأة ضغط الإدارة تحت ضغط الجمهور تحت ضغط يعني ما في الإمكانيات المتوفرة يعني نحن اليوم نشوف معظم الأندية باستثناء الفيصلي بدأ بوقت متأخر فترة الإعداد طب أنت اليوم لاعب صلي تقريباً ستة أو سبع أشهر ما بتاعد عن النشاط ما بتاعد عن المباراة الرسمية اللي فيها الإثارة والإحتكاك وبيكون فيها بأتم الجاهزية البدنية والفنية هذا اللاعب أدناها بده ستة أسابيع تحضير نحن دائماً منقول دائماً المواسم الضياضية الزعام نتلاحظ دكتور بأوروبا والدول المتقدمة بتكون متلاصقة فترة توقفكم وبالتالي فترة الإعداد العام اليوم هناك تكاد تنعدم أو تتلاشر جميل جداً أنت مدرب اليوم فترة الإعداد قصيرة تجربة مدربين وتجربة لاعبين يعني هل هذا يعكس صورة اللي بجاهدنا وبإسمع بقولك راح تكون مستوها في البداية ضعيف راح يكون فيه هناك إصابات ممكن هذا يعكس ولا طبعاً الآن الإصابات تكون اللاعب بأتم الجاهزية وانت بيلعب على ملعب عشب صناعي الإصابات يعني ممكن كتير واردة أنه تحصل فما بالك أنت اليوم اللاعب مبتعد عن النشاط أدناها ستة سبعة أشهر وفترة الإعداد ضيقة جداً وانت عم تاخدوا تلعبوا مباريات تنافسية بملعب ترتن وبالتالي الإصابات أنا نسأل الله أنه ما حالي ينضرر من اللاعبين ولكن إصابات هذه أولى سلبيات تنظيم هذه البطولة نقطة تانية يعني أنا كنت بضم صوت للصوت بعض إدارات الأندي اللي طالبت أنه تأجيل بطولة الدرع شهر السادس حتى تكون متقاربة نوعاً ما مع بطولة الدول يعني تكون قريبة جداً من بطولة الدرع وضغط مباراة الدرع يعني طب لا يعني أنت كفني أنت هذا عملكم أنتوا كفني أنا ما بفهم فيه لكن بشهر خمسة في ستين مباراة بحكم تماماً بس هلأ حتى يعني بآخر ست بدك شهر بعد يوم أنت لقي الدور شهر مو سهل مو سهل أنت بتعرف يعني أنت بتعرف دائقة المالية بالنسبة لأندي تعرف أنت اليوم اللاعبين بحاجة أنه متطلبات مالية الإدارات بحاجة أنه تأمن رواتب اللاعبين وبالتالي يعني أنا شايف الموسم الكروي هو موسم كروي شاق وطويل عن كرة أردنية واستثنائي يعني موسم كامل وعندما تم نقل الأجندة وتم تغيير تحدثنا كثيراً تحدث الاتحاد وأعلن أنه راح يكون في هناك سلبياء بالإضافة بس بدنا نخوضها بدنا يعني مضطرين ما فيه ما في مشكل بس كان أنا كان برأيي المتواضع يعني أنه يكون تنزيم بشكل استوفي بعض الجوانب أكتر من هيك نظام جديد اليوم نظام كل فريق بدرع بـ 11 مباراة أنت بتتحدث عن تقريباً 60 مباراة أو أكثر فهذا شيء جديد ما كان بدرع الاتحاد بهذا العدد من المباريات وهذا كما تتحدث أو طالب المداربين وأنه يكون فيه مباريات أكثر حلو جميل جداً الستين أفضل من النسخ الماضي أنا كان رأيي يعني هو زيادة عدد المباريات مطلوب حتى نحن نطور قدرات اللاعب ويكون هو بيعتم جاهزي إلى خول المباراة الدولية 33 مباراة أدناها رح يلعب اللاعب بالموسم هذا أنا ما أبقله هي مباراة كافية أنتش عم تشوف اليوم اللاعبين المحترفين أول اللاعبين يلعبوا بالمستويات العالية عم يخوض تقريباً ما بين 55 إلى 70 مباراة ولكن نوعاً ما بالنسبة للسنوات السابقة أنا بقول أنه جيد جيد بس برجع بقول أنه الفائدة أنه تعم الفائدة نحن شو مستفيدين إذا معظم الفرق دكتور رح تلعب بالفرق بالصف الثاني يعني شو مستفيدين أنه معظم الفرق اليوم ما أتمت عملية التعاقد مع اللاعبين وبالتالي يعني مبهمة بطولة الدرع رح تنطلق بشكل مبهم يعني مش هم بيعتبروها أنه أنا 66 أو خلينا نعكي 60 المباراة بكتشف فيها مدرب بكتشف فيها اللاعب جديد تماماً تماماً بس أنا كان بتمنى أنه تكون يعني تكون الفرق جاهزة أو تشارك بعض اللاعب المدربين الأندية عانت عند مدربين بوقت متأخر بعض الأندية إلى الآن لم تتم عملية التعاقدات يعني ما زالت الأمور بنسبة للأندية ما كتملت لا من الناحية الفنية ولا من الناحية الفنسلية أنه جميل جداً 60 مباراة جميل جداً لأنه اللاعب خلال الموسم هيك بلعب 33 مباراة واللاعب المحترف بلعب 50 النقطة اللي بيحكي فيها أبو سابر أنه 60 مباراة قد لا يكون لاعبين موجودين يمكن يكون في لاعبين ناشئين تماماً يمكن يكون لاعبين تانين ممكن لاعب محترك يلعب عشان مباراة وما يرجع فإنه 60 مباراة يجب إنه مشان نلعب 60 يكون الفريق جاهز هذا الفريق اللي بيدي يلعب الموسم كله لازم يكونوا موجودين من بداية الدراع هاي الفكرة تماماً تماماً كل شيء كان بيكون واضح بالنسبة للمدرب بيكون حتى عملية الإعداد يعني عملية الإعداد بالنسبة لللاعب اكتملت نحن أهم الشيء بالبقية بطولة وبأي مباراة ودية وبأي مباراة دولية منقول دائماً وبأي تدريب سلامة اللاعبين هذا مبدأ أساسي سلامة اللاعبين هذا مبدأ أساسي يعمم على جميع المباراة الودية والرسمية وبالتالي أنا مو شايف إنه سلامة اللاعبين أخذ بجانب الإيجابي مثل إيش فترة الإعداد ضقيلة جداً 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 خصوصاً لموسم كرويد تأخر انطلاقته يعني يجب على الأندي كان بدت من قبل الأندي تبلش بشكل مبكر والأندي دائماً هي بتقول لك إنه نحن كل ما تأخر الموسم كل ما بيكون الدائق المالي أقل أو الضغط المالي بيكون أقل لذلك الأندي طالبت إنه يكون موسم الدرع أو بطول مباراة الدرع ملاصقة نوعاً ما لمباراة الدولة يعني حتى ولا هو فروراتي بشهر بالنسبة لهم كمان مؤثر يعني النقطة التانية إذا تسمحني أحكي فيها دكتور دائماً اليوم نحن بنعرف إنه التسويق بعالم كرة القدم أصبح إله أهمية كما الجوانب البدنية كما الجوانب الفنية أنا كنت أتمنى يعني مثل ما حكيت له إنه الاستثمار مثلاً اليوم فريق يعاني يلعب مع الوحدات بملعب القويسمي حتماً أنا الواسق تماماً أدناها رح يجيب 30 ألف دينار رائع 25 يعني مناصفة بين الناديين فبالتالي هذا مردود جيد صحيح بينما نحن اليوم عم نروح على ملعب الزرقى في بعض في مسافة في مشقة بالنسبة للمشاهد إنه ينتقل مننا لملعب الزرقى وبالتالي أنا بشوف عملية التسويق أيضاً لم تدرس بشكل أمسك شوفي إيجابيات هل راح تطلع المباراة الجميلة؟ والله المؤشر يعني المؤشرات لا توحي بذلك صلاح لا توحي لا توحي بذلك نحن مستوى عالي يعني أنا عم تابع موظم الاندي عم شوف فترة تحضير باستثناء الفيصلي اللي بدأ بوقت مبكر وهذا حق طبيعي وحق مشروع للاندي الفيصلي باعتباً عنده بطولة الاندي الآسيوي فنوعاً ما بدأ بوقت مبكر فترة الإعداد والتزام اللاعبين بينما ما تبقى باقي الاندي يمكن أسبوع وأسبوعين صلى على الانطلاقة وبالتالي يعني أفكار المدرب اليوم وبالأخص الاندي اللي أحضرت لاعبين جداد واللي استغنت عن لاعبين واللي جابت يعني فلسفة المدرب وبسط أفكاره التكتيكية وعلى اللاعبين تحتاج الوقت يعني تحتاج الوقت أيضاً اللاعب اليوم أعداد أجهزته الحيوية والعضوية تحتاج الوقت خصوصاً أنه اليوم مبتعد عن النشاط بفترة تقارب الست أو سبعة تأشهر فبالتالي أنا وإن شاء الله نتمنى أنه دائماً لاعب الأردني ويعاكسنا نوعاً ما فنحن نقول إن شاء الله نشاهد مباراة جميلة نشاهد مباراة جميلة ولكن إذا من نحكي بالواقع ومنحكي بالمنطق وبالعلم أعتقد أنه ممكن بعد الأسبوع الخامس أو الأسبوع السادس نشوف نوعاً يعني أنتك إذا كلم يدخلوا بالفورما ويدخلوا بالفورما تصير الأعدادات شوي جيدة أعتقد أنه بعد الأسبوع الخامس أو السادس نشوف نوعاً ما التطور أو تحسن على وراح يكون في الفيصل وحدات راح يروحوا بآخر الشهر بدنا نذكر أن الفيصل وحدات مشاركين بطولة القدس والكرامة قدس المدينة الأغلى على كل عام القدس والكرامة وإن شاء الله راح نكون ببث هذه المباراة على الهواء مباشرة على قناة الأردن الرياضية وهذا إشي أكيد طبعاً راح نبث البطول بشكل عام فالفيصل وحدات راح يشاركوا بطولة القدس ممكن هل هالشهر يساعدهم أو هالثلاث جولات اللي قابلت يساعدهم هلأ الفيصل صار بجاهزية نوعاً ما مقبولة كابتن عماد الفيصل أنت بتحكي أنه جاهز وكل واحد بنلاقيه بقولك الفيصل يجاهز لعب مباراة ودية مع الرمثة خسر أربعة أشوف دكتور من الجاهز الرمثة أو الفيصل لا أحكي لك أول شي الفيصل نحنش منقول جاهز حافظه على هيكاريته أول شي هو حافظ والوحدات خسر مع شباب تماماً بس نحن نحكي على الفيصل تحديداً الفيصل يحافظ على هيكاريته حافظ على المدرب القدير والمتمكن جمان أبو عابد جميل جداً كل تحية أكيد من جداً حافظ على هيكاريت اللاعبين إنك تخسر أربعة سفر بمباراة ودية شوف بعض الملاعبين بعض المدربين أحياناً بيخذ مباراة ودية طبعاً مستغلة بالنتيجة يعني الناس الناس تسأل لا شك نتيجة مشتغلة بس بعض المدربين أحياناً بفترات الإعداد بيخلي الفريق تبعه ويلعب تحت وطأة التعب الشديد يعني ممكن هو يكون مبارتك يوم الجمعة يكون يوم الخميس عام الترنين بيحمل عالي ويقسم الفريق لمشوطين إله أهداف إله أهداف بجلس البطولة الاتحاد أسوي يكون ثلاثة أيام الرابع عندك مباراة فبالتالي بيكون إله هدفه فبالتالي هو اليوم يشتغل لمباراة ودية لا تتغني ولا تسمي من جوع فممكن يريح الفريق يلعب ويربح المباراة أو يتعادل أو يطلع بنتيجة إيجابية ولكن أعتقاداتي أن الفريق دعم تحت ضغوطات معينة وهي ضغوطات بدنية يعني وضحهم ضمن ضغوطات بدي يشوف لاحظت أن بعض المقاطع فيه تثقل بعملية تنقل اللاعبين وحركة اللاعبين وبالتالي أنا واثق تماما أنه بجوز قبل بيوم تمرين تمرينين أو تلتة تدريبات وبالتالي أنا أقول النتيجة هي طبيعية هذا بالنسبة للفرسة طب الرمثة اللي فائز كمان يعني هذا إشي لجمهور الرمثة ببشرهم بخير ولا هاي مباراة ودية شوف الرمثة للمرة المليون أنا أعيد وأكرر الرمثة مفرخت لاعبي الرمثة منجم دهب في المملكة الأردنية منجم دهب أيمت من كان تطلع فريق بالرمثة أيمت من كان بقارع الكبار يعني كل سنة بتطلع 11 ما في مشكلة بتطلع فريقين بمستوى عالي بمستوى عالي وبيقارعو لك أي فريق وبالأخص إذا كان المزاج جيد يعني هذا رايقين أو إذا كمبسوطين الرمثة إذا رايقين إذا مبسوطين بتسلطن عليهم الرمثة بتسلطن عليهم على لعبهم بتسلطن أنا دربتهم بس يكونوا رايقين هيك والأمور المالية جيدة وأخذ رواتبهم كذا بتشوف مستويات متطورة وإذا المزاج مو جيد ممكن يخسروا مع أي فرن وبالتالي أنا بحيي أهل الرمثة وبحيي نادة الرمثة وبتمنع لهم كله التوفير